وجهت مؤسسة وشخصية سورية نداء استغاثة يدعو لحماية المدنيين المحاصرين في مدينة دارية بغطة دمشق الغربية منذ أربعة أعوام ونددت 129 مؤسسة وأكثر من 360 شخصية بما تتعرض له مدينة دارية من قصف مكثف بالصواريخ والقذائف مع كل محاولة تقدم من عناصر حزب الله والميليشيات العراقية المساندة لقوات النظام وطالبت تلك المؤسسات عبر بيان انتهى التوقيع عليه أمس الاثنين طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بإنقاذ المدنيين المحاصرين وإيجاد طرق لإدخال المساعدات إليها ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكايب فادي محمد عضو مكتب العلاقات في المجلس المحلي لمدينة دارية فادي بداية لو تطلعنا على تطورات الوضع الإنساني في دارية وعن الوضع الطبي في ظل القصف المتجدد نعم في ظل استمرار القصف العانف والمستمر من قبل طائرات النظام السوري بالبراءة المتفجرة إضافة إلى عشرات القذائف وصواريخ الفيل بشكل يومي وخاصة مع نزوح الأهالي من المناطق المحيطة في أطراف دارية أو من المناطق الزراعية عشرات الأهالي كانت تقيم في أراضيها اليوم هذه الأراضي أصبحت محتلة بالكامل من قبل النظام السوري هذا يفرز واقع جديد أن المدنيين بدأوا يتركزون أكثر في وسط المدينة وبالتالي احتمال الخسائر البشرية والإصابات أكثر بكثير الوضع الإنساني هو بالأصل منهار تماما مدينة دارية محاصرة بالكامل منذ أربعة سنوات تم فصلها بشكل نهائي عن مدينة معظمية الشام مطلع العامل الحالي وبالتالي بدأت معالم الحصار تزداد وتضييق على المدنيين سابقا كان المدنيون يلجأون إلى الأراضي الزراعية لمحاولة تعويض نقص المهاد الأساسية بينما اليوم وخاصة بعد الحملة الأخيرة من قبل النظام على تلك الأراضي الزراعية والتي تركزت في مواسم القمح يعني حتى مواسم القمح والشعير حرم النظام المدنيين من الاستفادة منها طبعا يترافق ذلك مع تجارب الكامل نعم طيب فادي حدثنا أكثر عن الحملة التي أطلقت نداء الاستغاثة وعن الهدف منها الحملة هي بشكل رئيسي أطلقها نشطاء يعني متضامنون مع دارية أو بعض شباب دارية الموجودون في خارج المدينة تهدف إلى لفت نظر المجتمع الدولي للمعاناة التي تعانيها مدينة دارية والمدنيون الموجودين في المدينة وأيضا يعني لفت النظر إلى القرارات التي يتخذها الأم مجلس الأمن ولا يتم تطبيق منها أي شيء إن كان باتفاقية وقف العالية القتالية التي النظام خرغها بشكل مستمر منذ 14-15 وحتى اليوم ولا نجد أي تنديد من قبل المجتمع الدولي فادي هل لقت هذه الحملة انتشارا أو أتت بنتائجها المرجوة بعد يوم من إصدارها بعيد انتهاء التوقيع عليها؟ أنا لمس نتائج متغيرات على الأرض على الأرض لم تتوقف الحملة العسكرية لم تدخل مساعدات ولم يتوقف القصف وبالتالي يعني لا يهمنا عدد توقيعات أو من شارك فيها بقدر ما يهمنا نتائجها على الأرض النتائج على الأرض إلى الآن لم يتغير أي شيء نعم شكرا لك فادي محمد عضو مكتب العلاقات في المجلس المحلي لمدينة دارية ترجمة نانسي قنقر